نروح مع حضراتكم الآن أول فكارات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع وهنبتديها من اليوم السابع وخبر مهم جدا وخبر يعني حاجة حلوة لقطاع الناشئين وولادنا ده قطاع الناشئين طبعا المدير الفني للنادي الأهلي بيت سوم السناني يصاعد خمس ناشئين للفري الأول ده من الأخبار المهمة معنا الخبر من الموقع الرسمي لليوم السابع ده من الأخبار المهمة جدا بيت سوم السناني مدير فني كف مدير فني ليه رؤية مدير فني بيعتمد على الناشئين ليه وقع فيه مباراة مهمة في جنوب أفريقيا كانت مباراة مهمة وصاعد اتنين من الناشئين واعتمد عليهم ولما تسأل في المؤتمر الصحفي قال ده أكتر وقت ممكن اللعيب يكتسف فيه خبرة علشان اكسبوا الموسم اللي جاي مع بداية بيت سوم السيماني بنشوف بصاعد خمس ناشئين خمس ناشئين هم فارس طارق وعادل أحمد ومحمد مغربي وشادي ردوان وأحمد طريق سليمان هقول لحضراتكم المراكز برضو وإحنا شايفين يعني بعض اللقاطات لولادنا مع الفري الأول فارس طارق بيلعب باكرايت وهو موليد ألفين وبلعب في قلب الدفاع طبعا أحمد طريق سليمان حارس مرمى موليد ألفين ما شاء الله دلوقتي عندنا في حراس المرمى شفنا مصطفى شبير شفنا حمزة علاء ونشوف دلوقتي أحمد طريق سليمان عندنا مواهب صعدة في حراسة المرمى كمان مصطفى شبير يعني بنبركله على أول مباراة رسمية أدها أمام الترسانة ما شاء الله سبات فعالي تحس إنه هو حارس كبير عنده خبرات كبيرة عنده شخصية النادي الأهلي وانتظروا مصطفى شبير إن شاء الله يكون لي مسابه الكبير أيضا محمد مغربي محمد مغربي من اللاعبين الصعيدين هو موليد ألفين وواحد انضم طبعا أو بيلعب مع منتخب الكابت الربيع عسين هو لعب دولي بيلعب باكلفت أو مساك عنده قوة جثمانية كبيرة ولعب أشوال فمكسب كبير برضو للفريق الأول بالنادي الأهلي محمد مغربي طبعا عندنا شادر أدوان وحضراتكم عارفين شادر أدوان كلمنا عنه كتير في برنامج الأشبال يعني من المواهب اللي صعدة من قطاع الناشئين إن شاء الله شادر أدوان لو خد فرصة مع الفريق الأول أنا بقول لحضراتكم على مسؤوليتي هيثبت أجدامه مع الفريق الأول أيضا عندنا اللاعب عادل زنهم عادل زنهم هو مساك إحنا طبعا الفترة دي في الفريق الأول في النادي الأهلي فيه شوية عجز في مركز المساكين فيه إصابات رامي ربيع نتمنى له السلامة يرجع بالسلامة كابتن سعد السمير برضو الإصابة أيمن أشرف يعني المباراة اللي فاتت كان التواف الأنكل نتمنى له السلامة إن شاء الله فإن شاء الله اللعبة اللي طلعت أقول لحضراتكم أساميهم تاني فرص طارق وعادل زنهم محمد مغربي شادر أدوان أحمد طريق سليمان نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله مع الفريق الأول وشوفنا طبعا الفترة اللي فاتت عندنا محمد شكري شارك في مباراة الترسانة محمد فخري شارك في مباراة مصر مصطفى الشبير شارك في مباراة الترسانة وعربي بدر عربي بدر أيضا من اللعبة خلاص مش هنقول بقى لا ده شارك ولعب في مباراة المصري وبقى له فترة بيتمرم معها الفريق الأول ومازال برضو عندنا مواهب كتير داخل قطاع الناشيين بالنادي الأقلي خلال الفترة اللي جاي مع المسلمان إن شاء الله هتشوفوا وجوه كتيرة من قطاع الناشيين للفريق الأول اشتركوا في القناة